اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يوسف يوسف وبشرة يوسف يوسف وتم تمثيل بجسسهم وكل ذلك بداعي الافضل استقرى منهم وبعد ما اقتلوهم باطلاق النار زلوا يركسون على جسسهم ماذا حدث في هذه الحياة واضاف عصامة قالا ان والده وشقيقه عمو تعرضوا للهجوم من قبل البناء اثناء عملهم بالزرعات بالاسلحة الالية ثم مسلوا جسسهم باستخدام الاسلحة العيضاء والسطور والبناء الذين فعلوا ذلك هما ستة اشخاص يقومون بقرية جعويل وقطعوا جسس المقتلين الاطباط بالسطور واعدوا الى قرياتهم وميحتفلون بأهد السقر واكد عصامة ان والده وشقيقه وعمو لا يعلمون بشيء عن هذا السقر الذي يقول عنه الجناء واشورة الى ان هذا السقر وقع منذ سبعون عاما ووالده وقتها كان طبرا ومحافظة لهم جريمة بشعة وحولت قرية ابشداد مركز ملوي محافظة المنية لصراخه عويل بالاخصة النشقيقه متزوج ولدي وستة ابناء واختتم عصام ان احد الجنائي عندما ارتكب عديد جريمة سلم نفس الشرطة قال لهم انه كما بذلك مفرده حتى ينتقم للسقر منه ولكن منهم ولكن اهالي قرية ابشداد مركز ملوي محافظة المنية شاهدون على انه كانوا ستة اشخاص وما باعلوا ودمروا سلسة اصل دون زنبو دون ان يعلموا اي شيء عن السقر هي دي المنية وهي دي الحقارة وهي ده الشعب المنيةوي الشعب الحقير اللي ما عندوش اي نوع من يعني او ما عندوش اي نوع من الاحساس ولا عندو نوع اي حاجة محترمة يعني الشعب المنيةوي يعني مش عايزة اقول شعب لان المنية فيها ناس كتير محترمة لكن اه الناس السفلة اللي بيعملوا كده دول اكيد ما يعرفوش ربنا. عاجل جدا مقتل خمسة اشخاص في اطلاق نار داخل كنيسة بالولايات المتحدة بينهم اطوال. عاجلهم جدا مقتل خمسة اشخاص في اطلاق نار داخل الكنيسة بالولايات المتحدة بينهم اطوال. اعلنت الشرطة الامريكية اليوم الثلاثية مقتل خمسة اشخاص من بينهم المشتبه به في حدث اطلاق نار داخل كنيسة بسكرومانتو بكلفورونيا. وقالت الشرطة الامريكية المشتبه به بحادث اطلاق النار من بين القتلى بالاضافة الى اطوال الثلاثة جميعهم اقل من 15 سنة وبدأ الحادث قبل الساعة الخامسة ونصف صباحة مساء اليوم والسلام بتوقيت الولايات المتعدة الامريكية عندما استمت استدعاء الضباط عقب اطلاق نار داخل كنيسة في السكرمانتو التي تتقع عن طريق كذا. واشارت التقارير الذكب اطلاق النار على خمسة اشخاص على الاقل. واكدت ادارة مقتل خمسة اشخاص. عدد ضحايا بينهم طفل ولم تؤكد الشرطة بعدد الدقيق للضحايا وقد نشرت ايضا جريد الوطن عن تلك الجريمة. ابي اكتر اطوال الثلاثة ثم انتحن في كنيسة امريكية في الولايات المتحدة واكتر خمسة اشخاص. كتر اربع شخاص بينهم ثلاثة اطلاق نار في ببنى. كنيسة بمدينة السكرمانتو بولاية الكفروني الامريكية. واشارت كناة سي بي سي الامريكية نقرأ عن الشرطة المحلية لانتحارم على مطلق اه النار. ضحية خمسة لا تتوفر معلوماته عنه وقال مكتب شريف مقاطعة سكرمانتو ان ابا اطلق النار وقتل اطوال الثلاثة داخل الكنيسة قبل ان يطلق النار. وقت النفس مضيفا انه هناك ضحية خامسة لكن لا توجد معلوماته معروفة عنها. رحم الله مصر رحم الله كل من عاش بها. وخبر اخير وهو موعد زيادة اصعار السجاير المحلية. اعلن شركاتها الشرقية عن امتيادة اصعار منتجاتها من السجاير على انه تم اعتبار من اليوم والثلاثة اليوم الاول من واحد مارس. ال بين اتنون وعشرين وذلك يكون من جنيا واحدة وجاءت ذلك لديادة استكمال القانون التامين الصحي الشامل. وارث استادل بلد اصعار السجاير قبل اديادة وبعدها ارتبع سعر منديال احمر ازرق سيرفر من عشرين الى واحد وعشرين جنيه. وسعر منديال سويتش من تاتة وعشرين الاربع وعشرين قنات الى 11 جنيه ونص ارتبع سعر سجاير بوستون وبلونت من الى 18 إلى عشر ونص ومسعر كينجا بينجا سايد من 17 من التمن عشر وقناس ارتبع سعر سجاير كولوبترا سوفر اكوين من 18 2018 جنيه زيادة سعر كولوبترا بوكس ابيض وهلوان روان من سعتاشر لعشرين جنيه وارتبع سعر سجاير السيكان من عشر واخشرين جنيه وارطبع سنت او كيل وارتبع سويتش ساير السابر estim assassination هوليان جنيه ولك دما كل ستة اشهر دارة نزاجة اعلنت الشركة الشرقية خلال الناس الاول من العام المال المنتهي بواحد تلاتين ديسمبر 2021 تحقيق اجمال ايرادات اربعة وتلاتين واربعة من عشر مليار جنيه مقابل اتنين وتلاتين وتسعة وخمسين مليار جنيه في الفترة المقبلة من العام الماضي بنسبة نوع وبلغت ستة بالمية وحققت الشركة الشرقية صافي منذ بعيد تمانية وخمس وخمسين مليار جنيه مقابل تمانية وواحد ستة جنيه في نفس فترة المقرنة بالنسبة JOHN بلغت اربعة في المية متعومة بكتوع السجار المحلي وبلغت مجمل للربح تمانية السستة تمامين مليار جنيه مقابل تلاتة ولابعة واربعين واربعين مليار جنيه بالنسبة دي ايادي والتكتلة بلغت اتناشة في المية عن المدة ذاتها من العام المالي. الصابت يزكر ان الشركة الشرقية استرن كومباني هي الشركة مستادات مصرية خاضعة لقانون رقم مية تساع وخمسين الشركات المستادات مس Quelنافقة من اكبر شركة في الشرق الاوسط حسب ويس وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة لتحقيق التمييز والقدرة التلفزية والروحية العالمية لمنتجاتها وقصبر طاعة عملاء بكافة الاسواق المحلية والخارجي وهي تنقضناه من صدى البلد والشيء المحزن من الشيء المحزن ايضا الرئيس السيس يتحدث بين فعاله عن منتقدية تطوير المنظومة التعليمية الرئيس يتحدث بين فعاله عن منتقدية تطوير المنظومة وجه رئيس عبدالفتاح السيسي رسائل لجميع قيرا عشان اعمل شارع بنشيل الف بيت يا ريت ننزل المرج والمطارية ونشوف الدنيا واضف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اطلاق المشروع القومي للترمية الاسرة المحلية انه عندما تدخلت الدولة لعلاج وحل مشكلة التعليم للدكتور طارق شاوك وزير التربع والتعليم انتخاذ على ابناغه لما مات وكشف الرئيس ان الدولة بيها تحديات كثيرة في التعليم والصحة وكل شيء مؤكد انه عندما عرضت عليه قوام الانتظار كان العدد عشر تلاف وتم علاجه من قضاء على قوام الانتظار مشكلة انه خلال السلاس سنوات الماضية تم علاج مليون وستين الف شق واضف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اطلاق المشروع القومي لترمية الاسرة المصريح ان الدولة وجهت تحديات كثيرة وكشفة ان هناك احد المسؤولين في كان يتحدث معه قائلا انا قلت له النتائج بتاعتك كام وعدد سكانك كام فرض خمسمائة مليار دولار وعشرة مليون مواطن وانتابع السيسي بقلت له انا محتاج خمسة ترليون دولار لان عدد سكاني لان عدد سكاني ميت مليون وعشان مش معايا الفلوس دي الناس في مصر مصدومة مش بتاكل كويس ولا بتتعلم كويس هي دي حقوق الانسان قبل ان يتحدث وانت فعلا رئيس عبدالبحتاج السيسي على الهواية وقال لازم اي حد قبل ما يتكلم وينكد على الناس والمنازل بيعرف الحاجات دي كمان علق الاعلامي عمر اديب المنافق الكبير على كلمة الرئيس السيسي باطلاق المشروع القامل لترمية الاسرة المصرية وهو ده المشكلة يا رئيس ان انت وراك ناس اعلاميين يعني ما وراهمش غير الطابل عشان يكسبوا من ورا ساعاتك ومهما انت حلاج بتاع من شغل كبير ما بيبانش بسبب لان في حاجات كتيرة قوي الناس بتضللها ويريد تكون انت زي المرآة تظهر كل شيء زي ما كنت بتعمل في الاول واختر وقال اديب خلال تقدم برنامج الحكاية المصارعة لعبر فضائية امي بي سي مصر الرئيس السيسي قال كلام تاريخي عن رفط التعليم بسوق العمل احنا بعنا سنين نتحدث عن ان الناس اللي بتدرس تكون مناسبة لسوق العمل نحتاج الى في مصر تخريك شباب مناسب لسوق العمل مضيفا لدينا عدد كبير في مصر لا يعرف الكرة والكتابة وضح الرئيس لا يحمل المواطن المسئولية لكنه يقول المواطن شاركني في المسئولية وافهم كيف تأتي المسئولية يا سيادة الرئيس انا بقول لحضرتك هو كمواطن مصري وده كان منقول من صدى البلد ان حضرتك دلوقتي لما الشباب دلوقتي مش تلاقي شغل هيشتغل فين سوري في ناس معينة هي اللي محتكر الشغل باكمله وفيش اي نوع من التنفذ العمليات بقيت عمليات احتكارية ارجوك يا سيادة الرئيس كما كنت واقف بجانب الشعب المصري يخليك ويبقى افتر متسيفش بلدات خليك محافظ على مصر مصر محتاجية لك مصر محتاجة لكل شيء احنا ما يمناش مهما الضغوط مهما حسرت الحروب احنا ايام مرينا بازمات ومرينا بايام الكورونا اصعب من كده لكن انا واثق ان ربنا مبارك شعب مصر كما قالها الرب وادخلوها سالمين امينين اه وجيشك رب هو دلوقتي ده انا عارب ان هو يقدر يعمل كل شيء لكن ارجوك يا ريس خليك معانا اوقف شوية الداخلية عن حدها لانها اصبحت يعني متجولة بتجول بشع وبقى دلوقتي الامين الشرطة فاكر نفس ان هو ليه شرطة هي الاول وبيتعامل مع الناس بتأسلوب غير اللائق خالص جدا جدا عشان تروح تعمل محضر في الاسم لازم تتعاقب وتتأدب وتاخد فوق دماغك ده لو انت ماني عليك لكن لو انت متهم هتحط فوق دماغك لانه بيخيب منك حقيقي احنا دلوقتي متأكدين تماما ان احنا معانا رئيس قوي رئيس المواطنة رئيس الحب رئيس السلام شكرا لك احبائي وعزائي وارجو اتمنى ان يكون لكم الفيديو يليك لكم بالاعجاب ولا تنسوا الشرككم في القناة وقناة الامريكة والامريكة